موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو التاني اللي بتكلم فيه عن انواع البيانات الجديدة في اكسل وقلنا دول تلات انواع من البيانات بيانات جغرافية بيانات عملاء وبيانات الاوراق المالية stocks و currency و geography المرة اللي فاتتكلمنا على البيانات الجغرافية وحتلاقي في ال description لينك للفيديو ممكن ترجعله عشان تاخد عنه فكرة كمان فيه النهاردة بقى هنتكلم على الستوكس النوع التاني هنتكلم عنه هو الستوكس او بيانات الاوراق المالية وده باختصار ان انت لو قدرت تجيب لستة فيها مجموعة من الشركات تكون متدولة في البورصة طبعا تقدر تعرف الاكسل ان دي بيانات لأسهم او سندات او اوراق مالية بصفة عامة وعن طريق ان تكون متصل بس بالانترنت وطبعا لازم يكون عندك مايكروسوفت 365 او اوفيس 365 هتقدر تجيب معلومات كتيرة عن هذه الورقة المالية او عن هذا السهم طيب ايه البيانات اللي ممكن تجيبها انا مقسمهم مجموعتين هم مفيش تأسيمة في الاكسل بس انا قسمتهم مجموعتين المجموعة اللي ولتاكهم مثلا بيانات اساسية ممكن تجيب سند التأسيس تحت الشركة ممكن تجيب الصناعة اللي بتشتغل فيها الشركة دي ممكن تجيب كمان عهد الموظفين ممكن تجيب العملة اللي بيتم بها تداول هذا السهم ممكن تجيب نوع الورقة المالية اذا كانت سهم او سند ممكن تجيب كمان عهد الاسهم المتداولة ممكن كمان تجيب القيمة السوقية للشركة وفيه كمان مجموعة تانية من البيانات انا بسميها بيانات التداول زي مثلا ممكن تجيب رمز التداول اللي هو الاسم التكر او التكر سيمبل اللي بيستخدم في البورصة في التداول على هذه الورقة ممكن تجيب سعر الفتح ممكن تجيب اعلى سعر ممكن تجيب اقل سعر سعر الاقفال حجم التداول أعلى وأقل سعر في مدة سنة وآخر تاريخ للتداول المعلومات دي كلها كان قبل كده عشان تجيبها تترجمها بشكل يدوي من على موقع مثلا زي Yahoo Finance أو أي موقع آخر بيتكلم على الأوراق المالية أو باستخدام Power Query وكان فيه فيديو عن الموضوع ده ممكن تلينك Power Query على ويب سايت في فيديو PQB06 وبرضه هتلاقي اللينك بتاعه موجود فوق دلوقتي وهتلاقيه موجود في الديسكريبشن لو حبيت تاخد فكرة عنه ولكن الحقيقة أن الإكسال 365 لما عمل الخاصية دي موضوع الأنواع البيعات الجديدة وبيعات الأوراق المالية سهل علينا جدا الموضوع ده طبعا أنا حاطت حوالي 15 نوع من المعلومات ممكن تجيبها ولكن في حقيقة الأمر لما هتخش على الموضوع هتلاقي أنت ممكن تجيب بياد أكتر من كده كمان ولكن دول على سبيل المثال اللي هنشوفهم في المثال بتاع النهاردة في المثال بتاع النهاردة زي ما أنت شاف حركة عندي مجموعة من الشركات سبع شركات فيسبوك وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وفودافون وجونسون جونسون وفايزر وعايز أجيب بعض البيانات الأساسية عن الشركات دي أول خطوة علشان أبدأ أجيب المعلومات دي محتاج أفهم إكسال أن البيانات دي بيانات للأسهم عشان أعمل كده هخترهم كلهم بالكامل واطلع فوق على الديتا ريبن وهلاقي تحت كلمة ديتا على طول حسمها data types وهتلاقي عندك أهو حاجة مكتوب عليها stocks ولو قفت عليها هتلاقي التيب بيقولك convert sales with company names or ticker symbols يعني ممكن أحط ticker symbol ومديك أهو MSFT ده التكر بتاع مايكروسوفت أول ما هكليك عليها هيبدأ يعمل عملية conversion وكل أسامي الشركات اللي جنبها علامة الاستاك دي أو العلامة اللي انت شايفها دي زي المبنى خلاص دي معناها تحولت إلى استاك ديتا عندي اتنين بقى Vodafone وجونسون جونسون جنبها عامة استفام وحتلاقي على يمين فتح لي بين اسمها data selector ويديك بعض options بقى هنا قالك إيه خد بالك فيه Vodafone في London Stock Exchange دي بقى Vodafone المتدولة Vodafone Group المتدولة في بورسة لندن وقالك فيه واحد من دولة في ناسدك اللي هي دي موجودة في نيويورك وحاجة اسمها Vodafone Idea Limited دي موجودة في Bombay Stock Exchange موجودة في الهند فإحنا عايزين مين عايزين بتاعة ناسدك اللي هي بتاعة نيويورك فهختارها كده فأول ما هختارها كده قدك كمان بيانات إضافية عنها قالك بقى إيه سعر السهم أتكلوز والبرايس في الاكستندد آور كان كام وقالك اسم الستوك ماركت أهو واسم الشركة بالكامل وهكذا ممكن بقى إيه أختار من زرار إيه سيلاكت ده أقوله لو سمحت اختار لي السهم ده يبقى خلاص كده عرفنا أن ده إيه Vodafone Stock لو قفت على جونسون نفس الكلام ديتا سيلاكت راهو قال لي فيه والله بتاعة نيويورك سيلاكتشينج في واحد تانية في حتة اسمها بوصلة مش عارف إيه كده لكن أنا عايز إيه البورصة بتاعة نيويورك فهختار برضو إيه سيلاكت يبقى كده حول هالي ادى لك بقى إيه آيكون بقى موجود خد بالك غير الاسم حط الاسم الكامل بتاع الشركة أو بتاع السهم بعد كده هتلاقي بين قوسين في حاجتين بقى فيه أول أربع حروف دول ده اسم المختصر بتاع البورصة نفسها فإكس ناس دي اللي هي بتاعة ناسدك بعد كده X, N, Y, S دي بورصة نيويورك خد بالك ماتين مختلفين ناس دك تختلف عن نيويورك وآخر واحدة نفس الكلام بورصة نيويورك بعد كده بعد الأربع حروف بتاع البورصة هتلاقي فيه حرفين تانين ده التكر أو الاسم المختصر اللي بيستدل بيه على اسم الشركة خد بالك مثلا شركة جوجل اسمها Alphabet Inc والتكر بتاعها GOOG عندك Amazon ده اسم الشركة لكن اول حاجة خد بالك انت لو اخترت الايكون ده ممكن تدوس عليه هيفتح لك Card خد بالك طبعا هوا لازم تكون توصل بانترنت فتح لك Card اهو ادى لك كل البيانات المتاحة فقال لك ده سعر السهم اهو وقادك اللوجو بتاع الشركة موجود فوق وبعض المعلومات بقى معلومات كتيرة اهو قال لك مثلا Official Name Facebook Inc قال لك Exchange اللي هي NASDAQ Stock Market وقال لك Last Time آخر وقت التداول Taker Simple FB كل البيانات اللي احنا كلمنا عنها موجودة في هذا الكارت يبقى انت لو افت هنا ممكن تتحقق من البيانات وممكن تختار اللي انت عايزه طيب عايزين بقى نجيب بعض البيانات الاضافية لو انت اخترت زي ما احنا عملنا كده اخترناهم كلهم مع بعض هتلاقي ممكن تختار واحدة واحدة بس هتلاقي هنا فيه كارت والكارت دجم بي بلاس ولما تقف عليه بيقولك Insert Data أو Extract Data to Accel لو دوست عليه هيدجيلك بقى كل الـ Options فانا اول حاجة محتاج سنة التأسيس هتلاقي اخر اختيار تحت خالص اللي هي Year Incorporated لو اخترتها جاب لك سنة التأسيس بالنسبة للمجموعة كلها طيب لو افت تاني ادي نفس الكارت تاني ممكن ارجع ادوس المعلومة التانية اللي انا محتاجها اللي هي معلومة الاندستري هي الصناعة اللي متسجل فيها هذا الشيء فاختارها هون من الـ I ادي اندستري طب عايز اجيب عاد الموظفين ممكن برضو عن طريق الكارت او ممكن بطريقة تانية بقى عن طريق معادلة وهي هي بالزبط لك لو قفت على السيلز اللي جبنا بيها الاندستري مثلا لو روحت على الفهم البور هتلاقي كاتب لك ايه Equal وفيه بعديها ايه معادلة صغيرة كل اللي عمل انه هو عمل reference للسيل اللي فيها الـ Data Type وبعد كده اختار الفيلد اعمل dot واختار الفيلد ممكن اني اعمالها مع بعض اهو نفس الكلام هقول له Equal واروح اختار C4 وبعد كده dot وبعدين ادي كل الـ Options المتاحة قدامك اهو انا عايز Employees double click عليها ودوس Enter اددى لك عاد الموظفين ممكن اختار برضو بالكامل واروح على ايه formula bar ctrl enter عشان يجيب لي الكلام ده حتى تحت خالص ممكن اعايز currency بنفس الطريقة مفيش مشكلة ممكن حتى اجيب نفس المعادلة من formula bar احطها كده هنا مثلا وارجع مثلا بدل Employees اللي موجودة هنا اختار مكانها حاجة تانية قلنا اعايزين currency فادي مثلا currency اهي اخترتها وcontrol enter فجاب لي كلهم طبعا كلهم في بورصات في امريكا فبالتالي العملة دايما usd نفس المعلومة ممكن اجيبها في ال type ctrl c المعادلة من جول formula bar واختار الكولوم كله واروح على formula bar ctrl v عايز اغير currency دي واخليها مثلا instrument type او نوع الورقة المالية لو عملت tab ctrl enter عشان يجيب هاي الحد تحت خالص بعد كده عايز outstanding shares بنفس الطريقة بالزبط هاختار الكولوم كله من formula bar ctrl v مكان currency المرة دي ممكن اختار حاجة اسمها shares outstanding ctrl enter اه دي عاد الاسهم اللي موجودة اخر حاجة market capitalization او القيمة السوقية اختار العمود كله روح على formula bar ctrl v وبعد كده امسح currency دي واختار اهو market cap اه دي option بتاعك اهو طمام بالازرق ممكن اعمل tab ctrl enter جابلي القيمة السوقية ملاهالي على طول في الجدول بتاعنا كله يبقى انا بس مجرد اسامي مجرد الاسامي بتاعة الاسهم قدرت اجيب المعلومات دي كلها بعد ما جبنا بعض البيعات الاساسية ازاي ممكن نشوف نجيب بقى معلومات عن التداول طب نعمل كده ازاي نفس الكلام انا جايب برضو اسامي الشركات اهو وي ادي ايه ده زي title كده stock name وي ادي اسامي الشركات طب اول حاجة خليني بدل ما اشغال بنفس الطريقة عايز احولهم الى table ونشوف لما تحول الى هاي حصل هاختار اي سال جوه الرانج ده ودوس على ctrl t هياختار هو الرانج تركل تلقائي وهيسألك انت عايز ابقى عندك هادرز في التيبل ولا في الحالة بتاعتنا stock name ده هادر فحقولي اوكي فعلا طول احولهولي الى table طب وانا محاوله الى table لو اخترت اسامي الشركات وعملت نفس الحكاية وبالنسبة لجونسون جونسون عايز بتاعة نيويورك فكده خلاص عندي كل الكلوم بقى فيه بيانات ستوكس او بيانات اوراق مالية وتعالى نبدأ بقى نضيف مع بعض بص بقى في التابل موضوع صريف قوي انا ممكن اختاره بالبلوس زي ما شفنا ممكن اعمل معادلة لا انا وانا اعملها بقى تابل موضوع الطف واسهل بكتير قوي اول حاجة هكتب له ايه والله انا عايز تكر سيمبل فتعالى نكتب ما بعض كده تي اي سي كي بص هو بيديك اسيستنس قال لك التكر سيمبل له لو اخترته بالماوس دابل كليك زود لك كولوم بالعمود بتاعه وبالتايتل بتاعه وادي التكر سيمبل بتاع كل واحدة من دول ده ايه الرمز اللي بيتم عايز دول في البورصة اللي متسجل فيها هزا السقب طبعا كده عايز سعر الفتح ابدأ اكتب كده او هيقول لك ايه ادي اوبن عندك ممكن اوفيشل نيه ممكن اعايز اوبن دابل كليك جاب لك سعر الفتح عايز اعلى سعر اللي هو هاي ادي هاي عايز اقل سعر لو ادي اللو يا باشا وعايز الكلوزنج الكلوزنج اللي هو البرائس هو هو نفس الحاجة هو بيكتب لك برائس نقصد بيها السعر سعة الاقفال فهنختار برائس ادي سعر الاقفال قمت حجم التداول فوليوم ادي في او قال لك ده الفوليوم اهو ده طبعا حجم التداول او عائد لأسهم التامع لها التداول طبعا ما يصحش بقبل كارنسي فالدولار ساين دي غلط فممكن اغير انا اروح على هوم واروح اغير ايه ادي اخليها بس او اخليها استخدم بس الفصلة دي علشان ده عائد أسهم ممكن كمان اشيل ده اسم البليسيز لانه طبعا اكيد ايه مفيش حد بيبيع ويشتري نص ساهم فيبنا عندك حجم التداول في فيسبوك كان 19 مليون ساهم هنا 21 مليون ساهم وهكذا بعد كده في حاجة بيسموها اعلى سعر في سنة واقل سعر في سنة الامريكان بيستخدموا الترم بتاع 52 week high او 52 week low يعني اعلى سعر في 52 اسبوع واقل سعر في 52 اسبوع نفس الكلام جنب الهيدر كي اكتب 52 هتلاقي 52 week high tab جاب لك على طول السعر اعلى سعر في 52 اسبوع 52 اللي بعدها اختار اللو وعلى طول جاب لك كمان ايه اعلى اقل سعر في 52 اسبوع طبعا البليات دي كلها امتا يعني حركة احنا شايفين حاجات كتير اوه ما شاء الله اسعار اسهم طب انا عايز اعرف مهم جدا بقى ان انا كمان احط ايه ال last trading time لان اخد بالك ال اكسل اللي هيجيب لك في تاريخ اخر تداول حصل على هذه الاسو يبقى انا محتاج اعرف التاريخ ده كان امتا فممكن اكتب برضو ايه last trade time اخد بالك هو هنا جاب ال number formatting بشكل خاطئ جابه برضو currency فممكن ايه انا اصلحه هو جاب لي هنا قال لي ده misleading غالبا السل دي كانت بشكل خاطئ فاول ما فتحت ال error check هنا قال لي ده misleading format ده قلت له ايه update format فجاب لي اخر تاريخ واخر وقت اخر date و time فاخر تاريخ كان 23 اربعة احنا النهار ده 25 اربعة يوم الحد الحد والسبت مفيش تداول في البورصات في امريكا اخر تداول كان يوم الجمعة 23 اربعة وكمان حاطت الساعة الاسعار دي هي اسعار اللي كانت موجودة في اخر يوم لتداول يوم 23 اربعة سنة 2021 وطبعا لما هيحصل تداول جديد يولاكم مثلا يوم الاثنين بكرة يوم 27 هيحصل بعد كده تعديل تلقائي الارقام الموجودة دي كلها وهتلاقي طبعا التاريخ اللي موجود في اخر معادل تداول هيتغير وكل البيانات اللي موجودة اللي تم تغييرها في خلال اليوم طبعا هكون اكيد open و high و low و new price دول كلهم هيتغيروا حسب اللي هيحصل في التاريخ الجديد ولكن طبعا حاجات زي ويواتاور باقي بايزيك ديتا كنا جبناها قبل كده برضو دي حاجاتنا متغيرش الا كل فترات طويلة ولكن حجم التداول اعلى سعر اقل سعر الإغفال والفتح كل ده هيتغير مع تغير كل يوم من ايام التداول التداول بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت تعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق وحتلاقي هنا بعض اللينكات لسلاسل أخرى ممكن تاخد فكرة عنها وتستفيد وشكرا جدا لوقتكم وأردوكم استفدتم وشكرا في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته